أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيماني نتنياهو أن إيران كذبت بعد توقيع الاتفاق النووي ونقلت برنامج أسلحتها إلى موقع سري وقال نتنياهو في مؤتمر الصحفي أن إيران أخفت نصف طن من المواد النووية في تهران حيث يتضمن المشروع السري تصميم وإنتاج الأسلحة النووية مشيا إلى أنه تم تقاسم هذه الوثائق مع الولايات المتحدة